يستبعد رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي وقوع مواجهة عسكرية بين بغداد وإقليم كردستان على خلفية الاستفتاء على استقلال الإقليم الذي جار الشهر الماضي ورغم استبعاد لعبادي الخيار العسكري من المشهد لكن تصريحاته لم تخل من تحذيرات لحكومة الإقليم بشأن إدارة المناطق المتنازع عليها وضرورة فرض سلطة الحكومة المركزية عليها نحترم كل تطلعات المواطنين بضمنهم تطلعات المواطنين الكرد أنا أحترم هذا التطلع ولكن علينا أن نعمل معه نحن في بلد واحد ضمن مصالح مشتركة ويجب أن تمتد السلطة الاتحادية حسب الدستور سواء في المنافذ الحدودية أو في المناطق المتنازع عليها اللقاء الذي احتضنته باريس بين العبادي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حمل رسائل عدة إلى جانب إشارات التهدئة أبرزها رفض حكومة بغداد انفصال الإقليم ودعوة الرئيس الفرنسي للاعتراف بحقوق الأكراد ضمن الدستور العراقي واستعداد بلاده للتوسط بين الطرفين قلت ذلك في السابق كما قلت بعد الاستفتاء نريد الاستقرار للعراق وسيادته على أراضيه نريد أن يكون العراق دولة قوية ولذلك لابد خلال الأسبوع والأشهر المقبلة من حوار يحترم وحدة وتكامل وسيادة العراق وكذلك ندعو الاحترام حقوق الكرد بحسب الدستور العراقي على الصعيد الإقليمي والدولي ما تزال خطوة الاستفتاء على الاستقلال تواجه انتقادات واسعة أبرزها جاء من تركيا وإيران حيث أبدتا استعدادهما للتحرك لمنع تقسيم العراق وانفصال الإقليم عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن الأزمة في المنطقة لم تنتهي بانتهاء الاستفتاء بل بدأت به ملوحا بإجراءات صارمة كما يقول ستشمل إغلاق المجال الجوي والحدود البرية أمام حركة الإقليم وأعرب عن عزم أنقرة وطهران على منع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط مشيرا إلى ما سماها عدم شرعية مطالبة الأكراد بضم كاركوك وهو ما يؤشر على تشكيل جبهة تركية إيرانية لتنسيق الجهود بينهما في هذا الشأن أمام هذا السيل من المواقف الدولية والإقليمية المعارضة لانفصال إقليم كردستان عن العراق تقف حكومة الإقليم بين تلك الضغوط ومطالبات بغداد بتسليم المطارات والمعابر الحدودية ما يزيد الوضع تعقيدا ربما ويطيل أمد الأزمة